السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مسال عملي على عمل الماس. ممكن تيجي في قلب المشروع بتاعك وتقول له انا عايز ارسل ماس من قلب ماس انسايت. او تيجي من فايل وتقول له انا عايز اعمل فاملي خاصة بالماس. وبعد ما خلص الفاملي تعمل لها انسرت جوى المشروع. فانا هاجي دلوقتي هقول له انا عايز نيوب فاملي. تمام? او ممكن تقول له كونسب شوال ماس. يعني لما تختار دي لما تختار فاملي وبعد كده تختار كونسب شوال ماس وتختار ماس وتقول له. فتزور معك بشكل دوت. طيب. ده الرفرنس بلان اللي انت تقدر ترسم عليه فانا ممكن اخد ده مثلا كده كوبي بالشكل دوت. وادر ارده برضو كوبي بالشكل دوت. اهو. طيب. ارده بعد كده ارسم اي شكل هنا ولا اي شكل هنا. يعني ممكن اجي هنا مثلا حدد دوت. وقول له انا عايز ارسم موديل مثلا اركة مثلا. انت كداب ترسم على الوجهة ديت. بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن تحدد دوت وترسم اي شكل تاني. ارسم مثلا كده هو. وطبع ما دومت بش ملتزم بالكلاس اكيد بش هيجي اللي تنسى بعض. وترسم برضو هنا. تقول له انا عايز ارسم مثلا نارك. بالشكل دوت. تمام؟ تقدر تعدل فيه. تقول له مثلا ننزل ده شوية كده براحتك. زي ما انت عايز. وبالي كم ممكن تعمل select للثلاثة دول. وتقول له create for. هو يبدأ يوصل بينهم بالشكل دوت. وتقدر تقدر تعدل الشكل زي ما انت عايز. باي لحظة عايز تعدل حاجة. تقدر تعدلها ما مش هيجي خلص. تمام؟ طيب. اقول له escape. وبعد كده طيب انا ممكن امسك الشكل دوت. اهو. واقول له divide surface. فيبدأ يسموني بالشكل دوت. كل شكل من دول تقدر تختار الشكل اللي هيبقى موجود جواه. ده هنا فيش بتر. تقدر تخليه بالشكل دوت. تقدر تخليه بالشكل دوت. زي ما انت عايز. تقدر تحكم في الحجم بتاحهم من خلال الارقام ديت. تقدر مسلا تخليه اكتر واصغر زي ما انت عايز. يعني هتخليه بدل ما هو 12 مسلا تخليه 22 وده مسلا 22. فهيبقى بالشكل دوت. طيب انا عايز انا ارسم شكل هنا مسلا. طيب. اعمل ايه? هاجي هنا من file واقول له انا عايز اروح ل new. نعمل family الجديدة ندخلها جواه المس. اقول له new family. فبيقول لاختار نوع family اللي انت عايزها. طيب طبعا مش تختار كهرباء. يعني احنا هنختار generic model بس هقول له ان دي هتبقى better than missed. دي معتمدة على البتر. اوكي. طيب دول الاربعة دول. تمام? عايز تغير مسلا ان الشكل ده بدل ما هو اربعة تخليه ثلاثة تخليه زي ما انت عايز تجي هنا وتختار اي شكل ما اشكال انت شفتهم هناك. اه. وتبدأ ترسم من خلاله. يعني انت مش مرزم بحقايات انهم يكونوا اه اربعة زي ما انت شايف. طيب. انا دلوقتي عايز ارسم حاجات نقط تساعدني في الرسمي بتاعي. فاجي هنا في الرفرنس. وابدأ اختار point element. يعني انا انا عايز حاجة تساعدني في الرسمة. اخترت الاربع نواد دول. اعمل عليهم select. لكل حاجة. وبعد كده هقول له filter. وابدأ اختار الرفرنس point بتوعي. اهمت. وابدأ ادي له الارتفاع اللي انا عايزه. وابدأ لكم مسلا ان عشر. ابدأ بشكل دوت. او ممكن تيجي من right او front وتبدأ تعلي وتعمل له بموف لو انت حبي. طيب. هبدأ ارسم خطوط reference تساعدني في الرسم بتاعي. اقول له line هوت. من نص دي لنص دي. ومن نص هنا. دلوقتي اعمل select على النقطين دول. واقل له وصل بينهم الاسي بي لين. واقل له اعمل استخدموا reference line. وكذلك النقطين دول. والنقطين دول برضو. اهوت. في ممكن نرسم حياتها زي trust عشان نرسمه لازم اوصل مثلا من النقطة دي للمنتصف هنا. فممكن ارسل مثلا من رفرنس نقطة تساعدني وممكن ما ترسمهاش كمان. انت هتمد على السناب. طيب هبدأ اقول له بقى انا عايز ارسل line مثلا. تمام. من هنا النقطة دي لنقطة دي. ولو مش فتعلم معك تعلم على 3D snap. اه. بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عايز اخلي دها reference اللي جدا انت تعلم مع دوت. هيبقى reference العنق بيه الشكل دوت. اه. طيب انا دوت عايز ارسل مثلا حاجة اه مسلا شكل دائري بحيس ان ده يبقى زي مصورة مثلا او يبقى اه مجسم يعني. طيب ممكن اعمل ايه? ممكن اجي اعمل select هنا على دوت. واقول له مثلا set. واقول له مثلا خلينا هنرسم على المسطح دوت. وهاجي اقول له reference وقول له انا عايز ارسم point هنا. دلوقتي ان ارسمت البوينت. البوينت دي اعمل عليها select اهيت. وهبدأ ارسم عليها الدايرة بتاحتي. تمام? هولو set اهيت. ودايرة. ممكن بعد كده اعمل select اللي دي كده. اقول له كده copy. تمام? مثلا من هنا لهنا. 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 نريد وخليه على الهوست دوت. ودي اقول له back new host. وخليه على الهوست دوت. وممكن نحدد دي ونقول له back new host. على الهوست دوت. بالشكل دوت. كل اللي علي بقى ان انا اعمل سلكت دوت مع الشكل دوت تمام وقوله كريت فورك بالشكل دوت ودي برضو كذلك اهي كريت فورك فظهر معي بالشكل دوت ممكن برضو نرسل حاجة هنا برضو حاجة هنا في الريفرنس وقوله انا عايز ارسل بوينت اهي وتقوله بقى انا عايز مثلا ارسم السيركل بتاعتي هنا على ديت بس دي مش عايزينها ريفرنس عايزينها موديل دايب تدفع سلكت على ده وعلى ده وتقوله كريت فورك يظهر معك الشكل زي ما انت شايف هقوله لود انت بروجيكت وابدأ احدد الفام اللي انا احمل فيها اوكي تعمل سلكت هنا وتبدأ تختار بقى الشكل اللي انت عايزه احنا نرسم شكل مثال انت ممكن ترسم اي شكل انت عايزه انت ممكن ترسم شكل دايرة شكل واردة زي ما انت عايزه هزهر معي بالشكل داوت تقدر تدخل بها تقبر في المقاس بتاعها وتصغر لحد ان توصل له الحاجة اللي انت عايزه ممكن نجي هنا مثلا اقوله خلي ده مثلا تاتة وتلاتين وده تلاتة وتلاتين بالشكل داوت او العكس ان انا هدخل اغير في المقاس الشكل بحيس يكون مناسب له هنا احنا انا ما نقررش بقديم بارقام حقيقة احنا بس نشعر الفكرة انما هنفروض ان احنا بنرسم بنقول المسل دا يبقى متر في متر نبقى عارفين من اول المقاسات تظهر معي حاجة بالشكل داوت دا كمسال شغل في المس دا كمسال شغل في المس